بعد إعلانه حالة الطوارئ العامة في المحافظات الجنوبية وإدارته الذاتية لها يبدو أن الظروف ستقود المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى المضي وحيداً في إعلانه اليتيم بيان الانتقال يحاول إلقاء حجر وسط مياه راكدة لم تحرك منذ مدة فاتفاق الرياض لم ينفذ حتى الآن لكن الأطراف الموقعة أو الراعية لم تملك الجرأة الكافية على إعلان وفاة هذا الاتفاق فمن حضر موت المحافظة الأكبر مساحة في اليمن جاء رفض بيان الانتقال وإعلان الاستفاف خلف الرئيس هادي السلطة المحلية لحضر موت قالت إنها تعتبر ذلك خرقاً للشرعية واتفاق الرياض مضيفة أنه عمل غير مسؤول وأن على الجميع العودة إلى اتفاقية الرياض وكما رفضت حضر موت فقد رفضت لحج أيضاً جملة وتفصيلاً إجراءات المجلس الانتقالي معلنة وقوفها الكامل مع الرئيس هادي لغة شبوى جاءت أكثر قوة إذ أدانت بيان الانتقالي وأكدت في لجنتها الأمنية برئاسة المحافظ محمد صالح بن عديو أنه لا يحق لأحد كان إعلان حالة الطوارئ باستثناء رئيس الجمهورية بيان شبوى وصف ما أقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بأنه انتحار داعياً المواطنين إلى الاستفاف حول الشرعية والدولة أبياً وسقطرة والمهرة جميع هذه المحافظات رفضت صراحة إجراءات الانتقال في بيانات مستقلة مؤكدة أن هذا انقلاب على الدولة والسلطة الشرعية المواقف الرافضة توالى اتباعاً فست محافظات رفضت إجراءات الانتقال وأعلنت انحيازها الكامل للسلطة الشرعية ولم يتبقى أمام المجلس الانتقالي إلا اختبار حجره الطائش في محافظتي عدن والضالع إن لم تلحق الضالع مؤخراً بموكب المصطفين خلف سلطة الرئيس هادي اشتركوا في القناة